موسيقى وزير التعليم مؤتمر صحفي لإعلان جدول وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة اليوم قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي آخر شهر مايو لإعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة المقرر عقدها في 4 يوليو المقبل نهاية الشهر الجاري وشدد الوزير على أن المؤتمر سيشمل كافة التفاصيل الخاصة بعقد امتحانات الشهادة الثانوية ومن المقرر أن يتم وضع أكثر من جدول امتحانات الثانوية العامة وستقوم الوزارة بعرض الجداول المقترحة على اتحاد طلاب مصر لمنقشتها مع الطلاب واختيار الأنسب لهم الامتحانات التجربية الإلكترونية الثانية لطلاب الثانوية العامة وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الامتحانات التجربية الإلكترونية الثانية لطلاب الثانوية العامة المقرر لها يوم الأحد 23 مايو الجاري وشددت الوزارة على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب لأداء الامتحانات التجربية الثانية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في اللجان ومن جانبه أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن الامتحانات التجربية الثانية بشهر مايو هي امتحانات بلا درجات ومجمعة على التابلت للمواد الدراسية ويتم الدخول بأكواد مختلفة وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة وأشار إلى أن امتحانات مايو بتهدف لاختبار الشبكات وإطلاع الطلاب على نوعية الأسئلة مشددا على أن الاختبارات استرشادية مضيفا أن التجربة الأخيرة في شهر يونيو سوف تكون محاكاة حقيقية وأوضح وزير التربية والتعليم أن الامتحان الثاني التجريبي لطلاب السنوية العامة سيكون في شهر مايو بينطلق أيام 23 و25 و27 مايو قائلا أننا سنحاول تقليل التجمعات وهو عبارة عن امتحان بيعد بمثابة بروفا بلا درجات وهو امتحان مجمع على التابلت للمواد الدراسية بيتم الدخول بأكواد مختلفة وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة ونجرب أسئلة حقيقية ونجرب أيضا الشبكات والطالب يطلع على نوعية الأسئلة وأن الامتحان في مايو هو استرشادي وأضاف أن الامتحانات بتعقد على التابلت وأن امتحان يونيو التجريبي أكثر شبها من الامتحان الحقيقي الذي يعقبه في شهر يوليو 2021 الرسمي للثانوية العامة وأن الامتحان التجريبي في يوليو سيتم وضع جدول على مدارس 5 أيام والفكرة أنه لا يكون امتحان بدرجات وهذا الامتحان سيكون بوقت الامتحان الأصلي وعدد أسئلة الاختبار الأصلي وأن الامتحان في يونيو بيعتبر محاكاة حقيقية والمفروض نسبة نجاحه 100% وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في أوائل شهر يوليو المقبل ونحاول تكملة هذا العامل دراسي لتحقيق حلمهم في دخول الجمعة خاصة في زل جائحة كورونا موضحا أن الامتحانات مهمة والناس بتكون قلقة خاصة أن التجربة بها جانب من استخدام التقنيات وقلق بشأن غش أو تسريب ولكن الوزارة سوف تتعامل مع كل هذه الأمور اشتركوا في القناة